لقاء للعلاقة المحرمة السرية إلى العلن تكلمنا كتير في هذا الموضوع انفرضنا بقصة صعود محمد بن زايد باللقاء اللي تأثير هذا اللقاء حتى تلك اللحظة لقاء من 25 سنة حضروا بن زايد قبل ما يكون ولي العهد مع قيادات جيش الاحتلال هم اللي ماهدوا له الطريق انفرضنا بدأ من 6 شهور نهاردة كمان عندنا تفاصيل كتيرة في هذا الموضوع وانحاول نجاوب لاتفاقية سلام معلنة كل حاجة بتحصل بالفاتح يعني ماعتقدش ان فيه اي صدمة واعيد تاني واكرر حضراتكم يعني انا في غاية للسياء من المصدومين اقول اللي عاملين نفسيهم مصدومين لكن ليه معلنة ما بين الامارات وجيش الاحتلال وكان فيه حرب ولا كفح مسلح ولا حدود ولا اي حاجة والله اتفاقية السلام تبقى بالامارات وإيران مثلا اللي محتلة 3 جزر دي حاجة يعني قد تكون مفهومة هذا المشهد العفن العفن والعفن ده حاجة بسيطة يعني شبهته احدى القنوات الاسرائيلية بخناءة بين طفلين في حضانة فالمدرسة قررت تصالح واحد من الاطفال اللي بيتخنقوا بطفل في حضانة تانية خالص ملوش هي علاقة بالחינה ماذا دوباي لا טוב ده الفيرة זה עבודה בעיניים זה גנבדת מספיק זה כמו לעשות שלום עם הירח את מי זה מעניין לא קשור למדינת ישראל לא מעניין מה זה משהו יש לנו איתה מלחמה עם דובاي יש לך מלחמה איתם לי לא יש לנו גבול איתם לא אז מה זה מעניין זה כמו ששני ילדים בגן רבים ואומרים לילד אחד תעשה שולים עם ילד מגן אחר מה זה מעניין בכלל תתעסקו בעיניינים של המדינה خليك بنصالح حد في الامر ملوش علاقة بالخינה أصلا ملوش علاقة بالخינה أصلا الحكاية كلها لقطة بابا ترامب محتاج اللقطة بشدة في الانتخابات اللي بدأ العد التنازول إليها ونتنياهو في وضع أسوأ وضع مر بيه مطلوب للمحاكمات محاكمات مش محاكمة عاجلة وضع الاقتصادي أسوأ وضع من ساعة ما طبق في نفسنا الكيان الغاصب اللي بطالة في أعلى معدلاتها عايز لقطة النظام الإماراتي بيدعم الاحتلال بشكل واضح من فترات طويلة جدا وعرضنا من ضمن ما عرضنا في ضيحة شراءه لعقارات في القدس بالقرب من المسجد الأقصى لصالح جيش الاحتلال عندنا قصص كتيرة في هذا الموضوع عن اللي بيعمله ابن زايد في دعم جيش الاحتلال وجريمه في الشعب الفلسطيني زي ما دعم السيسي في جريمه ضد الشعب المصر زي ما دعم حفتر في جريمه ضد الشعب الليبي زي ما دعم الإجرام في اليمن وأسال الدماء زي ما بيحارب الدموقراطية في تونس هنا لحضراتكم أيضا من حوالي ثلاث شهور إن الإمارات لما نزلت الطيارة في مطار بن جوريون بحجة المساعدات كان هدفها هو التمهيد لإظهار أو لخروج التطبيع العافن إلى العالم نهاردة الإمارات بشكل رسمي أنزلت أول طيارة ليها في مطار بن جوريون بتل أبيب ما أنت كل ما تتغلب هنا ها تروح تقلع هناك فالنهاردة نزلت الطيارة مطار بن جوريون بتل أبيب بحجة إنها ترسل مساعدات لفلسطين فلسطيني اللي اتفاجئت زيها زينا بالموضوع بطيارة الشحن الإماراتية في الأراضي العربية المحتلة بداية تطبيع علني والمساعدات تخديم حكاية المساعدات عشان محدش بس من نفس فكرة قوعة تعترض للشنطة فيها كتاب دين عارفها اللي كانت تريف يضرب الوقت بعدين يجي يضرب قوله خد بالك الشنطة فيها كتاب دين الأيام القادمة ستكشف الحقيقة إذا كانت الحقيقة تحتاج لكشف والله العظيم يعني الواحد لو جمع فاكر لما كنا بنقول هذا الكلام ويطلعها يولا يا عفن ستدعي على الأشراف والأطهار يا خوانة قلنا إن المشهد ليس مساعدات وأن الهدف هو التمهيد للتطبيع دي الخطة الإمارات دولة وظيفية تؤدي الدور الصهيوني أجندة كاملة والأجندة الصهيونية في كل المجالات تعتمد على الإيه تكا تكا سلمة سلمة حركة حركة وصدرت الأوامر لمحبن بن زايد عشان يدي كل واحد اللقطة اللي هو عايزها ويعلن ترامب ونتنياهو الانتصار المبين أو المهين للأمة والتي للأسف ما فتئة تتلقى الصفعات والركلات والإهانات إهانة تلو إهانة لفين الجامعة العربية الجامعة العربية تخصص تركيا وقطر حقيقة ما بتظهرش الجامعة العربية ما بتكشفش على رجالها ترامب احتفل بتلك الطريقة بالانتصار المدوي وسط التصفيق الحد ترجمة والانتصار المد jogo ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 وبدون المضايقات وتعقونهم حقوقهم وتوكفون الضم صار أمل للفلسطينيين اليوم بنشاء دولة فلسطينية وعصمة القدس الله 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 شو القوة شو الباور اللي عند بو خالد باقي الناس مصدومة كيف كيف صال واحد مبنير لسبعين سنة ماحد قدر يرد اليهود خطوة خطوة وحدة وراء مجلس الامن ومجلس الامن ويشتغل مصالح تحسسك انه مقتنع قالك بو خالد عمل اللي متعملش وبتاعه يبقى لهم دولة المسلمين يصلوا في القدس انور قرقاش وزير خارجية الامارات خرج بعدد من التويتات يحتفل بهذا القرار قرار الامارات كان محل تدول المنظم ونشط ضمن قلية صنع قرار في سياستنا الخارجية قلية يا ابو قلية وكعادة الشيخ اطلع على كافة الجوانب وقادت قرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بس اول ما تلاقي الكلام مقاعر افهم انه بيغطي على على مشهد داعر واستشرف قرار شجاع من قائد السلسنائي بينما يبقى قرار السلام فلسطيني اسرائيلي بامتياز اتحت مبادرة الشيخ اتحت ايه بقى الجريقة الجميلة الجريقة والوحش السلوحش في الاخر كان الجريقة كانها والله مصمصة قالك الجريقة والوحش عبر ابعاد شبح ضم الاراضي الفلسطينية واجتلك تبول عليهم للأسف المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين وتطوير علاقات الطبيعية مقابل ذلك منح وقائي تطرحه الامارات بكل الشفافية بعيدة على المزايدات ردود الافعال الايجابية من العواصم الرئيسية على الاعلان الثلاثي مشجعة خاصة انه عالك في تقدير هذه العواصم خطر ضم الاراضي في الصناعة على فرض حال الدولين قرار الشيخ الشجاع يعبر عن وقعية نحن في امسل حاجة لها قرار الناجح فيه اخذ وعطاء وهذا ما تحقق بالله عليك تجمع جملتين من اللي قالوا دول قرار الشيخ الشجاع انا افتكرت هيقول لي الشيخ الشريب مش الشيخ الشريب شي الشيخ الشريب وطلع انور قرقاش بقى خلاص بقى بعلن يحتفل في الاعلام الاسرائيلي بالعلاقات اللي كانت ماشية بطئة بس الحمد لله خادة سلك كهربا Mr. Anwar Gargash Minister of State for Foreign Affairs in the United Emirates السلام عليكم من تلعبيب and thank you for doing this interview you're welcome you're welcome ministre this is I think the first ever interview of an official in the government of the United Arab Emirates with an Israeli journalist do you think that this is this might be a sign that normalization is already on the way I think the important thing is how we look at the development of this relationship I would say that realistically this is a relationship that's developed slowly I remember you know all days when an Israeli tennis player would come and there would be a whole issue about the tennis player being given a visa not given a visa etc those were early days but I think what we have come to a realization is that you know no communication is not really a healthy choice I think this is something that we see the idea basically in my opinion is you have to look as a background of a process that's developed slowly you learn you understand you see but I would say a year or two or three ago started realizing that it is important to dissect a relationship and to be able to disagree on the political claim but be able to work together on other areas so let's talk about We had the statement yesterday announcing the normalization.